قلميما هبة تيفوناسين بحيرة يغديها واد غريس واد ينطلق من تمدا مسعود حيث عيون تحيا من تلوج جبال الأطلس الكبير بالمنطقة الشرقية تقافة عريقة في تدبير مياه تيفوناسين بواحة قلميما في السقي والشرب ومختلف الاستعمالات تقافة هذا الماء لكي يكون صالح للشرب وفي نفس الوقت يكون صالح لأشياء أخرى يشربون الناس يكون براحة المختصة بالماء الذي يبراحها من الفجر يسقيون الناس الماء لحدود العشرة العشرة ممنوع من الفجر العشرة يسقيون الناس ما يكفيهم يوميا في الماء من بعد هذه الشيعة تأتي المرحلة السقي والصابون والغسل الماء والماشي يبشر بالآخرين هو قانون يحتاج لصيغة تدبيرية لذلك وجد هذا البرج برج خصص لحارسي إيجيغ حيث تتجمع المياه الآتية من العيون لتوزيعها على القصور والحقول بطريقة خاصة ولماء عنده واحدة استراتيجية دياله خاصة اللي كتتقسم بها الماء اللي كان قوله بشلحة هاد عنده آطار هاد عنده سينيطار هاد عنده إزدق هاد شنو كان عنيه بآطار ولا جوجيطار ولا إزدق كان عنيه به هاد عنده جسوة ديال الماء ملك دياله عنده الملكيات ديال الماء ديال جسوة اللي كيسقف نار اللي فدادن دياله على حسب واشف الشهر واشف 15 14 كيلومتر هو طول تيفونسينة التي تشكل متنفسا طبيعيا لسكان مدينة قلميما كما أنها مزار سياحي مهم بالمنطقة لهوة المناظر الطبيعية تيجيو السواح سواء بردو جور ولا تروا جور تيسولوا على هذا المكان تنديروا رندونية بيه تنجيو ونديروا دوزين جورنيه هنا تنديروا بيكنيك وبالنسبة للساكن المتنفس الوحيد فاشتا تكون تتبدأ الحرارة سواء في شهر أذريل 4، 5، 6، 7، المتنفس الوحيد هو هذا المكان فاشتا توجده حاليا سكان المنطقة يطالبون غير ما مر بوضع سد على الوادي سد سيجنب المنطقة فيضانات الوادي كما سيحافظ على الطروة المائية للوادي من الضياع ويوفر أنشطة اقتصادية أخرى